عالم الويب يحدد التاريخ بضبط وقتاش وقال أنه خارطة طريقة ذي باستحدد شروط وموعية تنفيذ تكنولوجيا 5G اللي من مقرر اطلاقها في تونس رسميا لعام الجاي في 2024 بن ناجي قال أنه تم في لطارة ذي إجراء تجارب نموذجية مع مشغلية الاتصالات وبشيكون اطلاق 5G بشكل تدريجي نذكر أنه نيزار بن ناجي كان أعلن أنه في القمة الفرنكوفونية اللي فاتت في شهر نوفمبر في جربا تم لأول مرة في تونس استعمال شبكات الجيل الخامس 5G وإذا الحقيقة عينت وانا شخصيا في المركز الإعلامي للقمة الفرنكوفونية وإن كانت الكونيكسيون في الورديناتوريات توصل حتى 900 ميجا بايت في الثانية من خلال 5G بتبيع بن ناجي قال في مدخلته على هامش قمة تكنولوجيات الاتصال 2023 اللي 5G بش تزيد بسرعة كبيرة برشة في الأب في داونلود وفي السيعة لكاباستيتي ميحل الطريق قدام إمكانيات وتطبيقات ديزابليكاسيون ضد خاصة متعلقين بأنترنت الأشياء بالإضافة أنهم بش يكونوا حافز رئيسي لها الابتكار والتقدم التكنولوجي في كل المجالات بالنسبة لوزير تكنولوجيات الاتصال فأنه ضمن نجاح 5G في تونس لازم الحفاظ على حوار مستمر حسب كلمه يكون بين جميع المدخلين من حكومة هيئة تعديلية ديز اوبيراتور تليفونيك مشغل الاتصالات والمزودين والصانعي المعدات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بالنسبة لأهم المحاور الرئيسية للاستراتيجية الرقمية الوطنية التي تنفذها الوزارة فأنها تهدف التحديث والاستكمال التشريعات في المجال الرقمي تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين ربط القطاعات الغير متصلة نعرفه فما برشا مدارس في قطاع التعليم ما زالت ميش مربوطة بأنترنت وفي إطار مشروع السنك جي في تونس بالمنتظر أنه يتم ربط كل المدارس اللي ما زالت ميش مربوطة بأنترنت بالشبكة هذه كما تهدف زادة التسريع رقمانة الإدارة وتأمين الفضاء السيبرني الوطني سفير الصيني في تونس كان حاضر زادة البرح في قمة تكنولوجيا الاتصال 2023 وأكد في كلمة وهمية التحول الرقمي العالمي وأشار للتوجه اللي اعتمدته الصين في دعم تبادل التكنولوجيا والمعرفة والخبرة مع شركائها بما فيها تونس بتبعها ونذكر هنا لتركيز الجيل الخامس من أنترنت كان محل نقاش في برشا بولدان وتكنولوجيا دي كانت محل جدل ومزلت كيف كيف بسبب تأثيرها المتعلق بالبيئة وصحة الإنسان إلا أنه يبدأ للأمور ماشية في طريق صحيح في تونس و2024 بشيكون رسميا هو عام تركيز السانك جي في تونس